سلام عليكم يا شباب وأهلا بكم في المحاضرة الثالثة من سلسلة التحليل الأساسي في المحاضرة دي هنتكلم على تاني مؤشر معنا من المؤشرات الاقتصادية وهو الناتج المحل الإجمالي أو باختصار جي دي بي طبعا السلسلة دي تراكمية فلو ما شفتش المحاضرات الأولى أنصحك ترجع تشوف من المحاضرة الأولى لأن المعلومات كلها تراكمية طيب ما هو الناتج المحل الإجمالي أو الجي دي بي هو مقياس اقتصادي يمثل القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتج داخل حدود بلد ما خلال فترة زمنية محددة عادة سنة أو رابع سنة يعني بكل بساطة يا شباب الناتج المحل الإجمالي هو مجموعة جميع السلع وجميع الخدمات اللي انتجت في البلد دي أي حاجة البلد أنتجتها سلع خدمات أي انفاق حصل مجموع كل الكلام ده هو الناتج المحل الإجمالي يعني خلينا نعتبر أن الدولة شركة والناتج المحل الإجمالي هو أرباح الشركة بكل تفاصيلها طيب الناتج المحل الإجمالي هو أكيد مؤشر أساسي على صحة الاقتصاد وقوته وأكيد بيعكس مستوى النشاط الاقتصادي والإنتاج لأن بديهيا لو أنا عندي الناتج المحل الإجمالي أرقامه بتزيد بديهيا أنا عندي الاقتصاد بيزيد والعكس لو أنا عندي أرقام الناتج المحل الإجمالي بتقل معناها أن أنا عندي الاقتصاد بيضعف طيب مكونات الناتج المحل الإجمالي إحنا عرفنا أن الناتج المحل الإجمالي هو مجموع أي سلع أو خدمات بتنتج في الدولة طيب الناتج المحل الإجمالي ده ناتج لإيه بالزبط؟ ناتج لأربع عناصر هنتعرف عليهم مع بعض واحدة واحدة أول عنصر معنا هو الانفاق الاستهلاكي وده شرحناه في المحاضرة السابقة وهو مجموع ما ينفقه الأفراد والأسر على السلع والخدمات زي الطعام والملابس والسيارات والخدمات الصحية هذا المكون يعكس نمط الاستهلاك ومستوى المعيشة في المجتمع كل بساطة الانفاق الاستهلاكي هو مصاريفك وزي ما لاحزنا في المحاضرات السابقة أننا لو عندي الانفاق الاستهلاكي بيزيد ده دليل على قوة الاقتصاد ده هيأثر على الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة خلي بالك من العلاقات دي عشان بعد كده الموضوع هيحتاج تركيز شوية طيب عندي بعد كده الاستثمارات وهي تشمل الانفاق على الأصول الرأس مالية مثل المباني والآلات والمعدات بالإضافة إلى بناء المساكن وتخزين المخزونات تعكس الاستثمارات مدى توسع الشركات ورغبتها في النمو المستقبلي كل بساطة احنا قلنا هنا ده الانفاق الاستهلاكي يعني أي مصاريف غير استثمارية لكن هنا ده المصاريف أو الانفاق الاستثماري أو المصاريف اللي انفقت في استثمارات مش في سلع وخدمات استهلاكية طيب عندي نوضة تالتة وهي الانفاق الحكومي هنا انفاق الدولة على نفسها لكن هنا انفاق الأفراد أو الشركات أو حتى مستثمارين أجانب لاحظ هنا الانفاق الحكومي هو ما تنفقه الحكومة على السلع والخدمات بما في ذلك الرواتب والبنية التحتية والخدمات العامة زي التعليم والصحة هذا المكون يظهر دور الحكومة في دعم الاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية يبقى أنا كده عندي الانفاق الاستهلاكي عندي هنا الانفاق الاستثماري عندي هنا انفاق الحكومي رابع نقطة وهي الصادرات الصافية الصادرات الصافية هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات يعني أنا الفرق ما بين أنا بصدر قديه وبستورد قديه لو كانت الصادرات اللي أنا بصدره أكبر من الواردات اللي أنا بستورده أكيد ده يكون إيجابي جدا في الناتج المحلي الإجمالي والعكس الصحيح لو انا عندي الواردات اكبار من الصادراتickt Vlad A فبالتالي انا عندي الرقم ده الصادرات zosta Ri ممكن اتحول الى رقم من سالب وطبيعي سيأثر بالسلب على الناتج المحلي الايجمالي ospace Office خلينا نفهم معادلة الناتج المحلي الايجمالي Village Nothing Anything هو عباره عن معادلة بسيطة C Z Z Z Z X M Hi Hi Who Hi khi زائد الصادرات ناقص الواردات تمام ناتج المعادلة دي هو بيطلع لنا رقم الجي دي بي على فترة زمنية معينة سواء كانت ربع سنوية أو حتى سنوية طيب أكيد مع اختلاف المراحل الاقتصادية رقم الناتج المحلي الإجمالي هيتغير فبالتالي خلينا نتعرف أكتر مع بعض على مراحل الدورة الاقتصادية وبالتالي نفهم أرقام الجي دي بي بشكل أكبر لاحظ معي يا شباب المراحل الاقتصادية ودورها في الناتج المحلي الإجمالي الدورة الاقتصادية بمراحلها بتؤثر على قيمة الناتج المحلي الإجمالي طبعا شرح النقطة دي مش هتبقى واضحة لو أنت ما شفتش محاضرة معدلات الفائدة أنصحك تشوفي المحاضرة عشان تقدر تفهم الجزء ده في الفترات اللي الفائدة فيها منخفضة عندنا المرحلة الأولى من مراحل الاقتصادية وهي مرحلة التوسع طيب الاقتصاد شكله ايه في مرحلة التوسع دي لاحظ هنا عندي يشهد الاقتصاد نموا ملحوظا زيادة في الانتاج ومعدلات التوظيف ارتفاع في الانفاق الاستهلاكي والاستثماري يؤدي ذلك الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي فبالتالي لما يكون عندي الفائدة منخفضة هيبدأ عندي لو تفتكر في محاضرة الفائدة هيبدأ عندي الانفاق الاستهلاكي والاستثماري يزيد فبالتالي هيبدأ عندي انفاق استثماري عندي معدلات التوظيف هتزيد فبالتالي ده هيخلي الاقتصاد يزيد نموه بقوة وبالتالي هيخلي الج دي بي او الناتج المحلي الاجمالي يزيد بقوة يبقى عندي اول مرحلة لما تكون الفائدة مقافضة والاقتصاد في مرحلة التوسع لاحظ ترتب عليها انفاق والانفاق ترتب عليه زيادة في التوظيف وبناء عليه الانتاج زاد وبناء عليه الاقتصاد زاد عندي بعد كده مرحلة الازدهار يصل النمو الاقتصادي الى ذروته قد تبدأ الضغوط التدخمية في الظهور يستقر الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات عالية هنا بعد ما الاقتصاد بدأ يتوسع بشكل كبير جدا بيوصل لمرحلة وهي مرحلة الازدهار ويبدأ يحصل فيه زيادة ويتضخم فيه الأسعار ويبدأ الناتج المحلي بدل ما كان يعتبر في uptrend بيزيد يبدأ يتحرك فيه شكل range أو فيه شكل عرضي لحد ما نبدأ ندخل على المرحلة الثالثة طيب بعد مرحلة الازدهار وهي يعتبر البيك أو أعلى قمة للاقتصاد بيبدأ بعد كده يحصل فيه المرحلة الثالثة وهي مرحلة الانكماش وده طبعا بيبقى بسبب التضخم وزيادة أسعار الفائدة زي ما تعلمنا الفائدة مرتفعة هيبدأ يعكس معانا كل اللي حصل فيه مرحلة التوسع لاحظ عندي يبدأ الاقتصاد في التباطئ انخفاض في الانتاج وزيادة في البطالة تراجع الانفاق الاستهلاكي والاستثماري يؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ليه كل ده حصل؟ عندي الفائدة مرتفعة فبالتالي عندي الفلوس قيمتها غالية يعني عشان أروح أقترض عشان أستهلك هتطر أسد الفلوس بفوايد كبيرة فبالتالي هأجل الاقتراض سواء للاستهلاك والاستثمار لحد ما الفائدة ترجع تتخفض مرة تانية فبالتالي ده هيعمل إيه؟ هيأثر على الاقتصاد بإيه؟ انخفاض في الانتاج وزيادة في البطالة مفيش موظفين ولا في حتى زبائن للشراء ده هيؤدي لانخفاض وتباطئ في الاقتصاد فبالتالي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي طيب كده عندي دي أول مرحلة في الداون تريند بتاع مراحل الاقتصاد وهو مرحلة الانكماش المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الركود يصل الاقتصاد إلى أدنى نقطة في الدورة مستويات منخفضة من الانتاج والتوظيف قد تتدخل الحكومة بسياسات تحفيزية يكون الناتج المحلي الإجمالي في أدنى مستوياته قبل التعافي هنا الفائدة بقت مرتفعة جداً ومن هنا بيبدأ يحصل في تخفيض في أسعار الفائدة وبناء عليه زيادة في الانفاق الاستهلاكي والاستثماري وبناء عليه زيادة في التوظيف والإنتاج وبناء عليه قوة وزيادة في الاقتصاد ونبدأ نرجع لمرحلة التوسع مرة تانية طيب ممتازي بالتالي احنا عندنا الناتج المحلي الإجمالي لو خلنا بالنا عندي هنا الفائدة منخفضة عندي ناتج محلي عالي عندي فائدة مرتفعة عندي ناتج محلي قليل لاحظ كده على الشارت نفهم مع بعض العلاقة ما بينهم ممتاز لاحظ كده عندي على اليسار الانترست ريت معدلات الفائدة وعندي على اليمين الجي دي بي او الناتج المحلي الاجمالي لاحظ هنا على الشارت تقريبا من نصف 22 نصف الفين واثنين وعشرين لحد تقريبا نصف الفين تلاتة وعشرين عندي هنا معدلات الفائدة بتزيد طيب لو لاحظنا على مؤشر الناتج المحلي الاجمالي من اتنين وعشرين لحد 23 عندي يعتبر الناتج المحلي الإجمالي بي إل مش بي زيد فبالتالي أنا عندي العلاقة بين معدلات الفايدة والناتج المحلي الإجمالي هي علاقة عكسية الخلاصة شباب الناتج المحلي الإجمالي مش مجرد رقم اقتصادي لكن هو مؤشر حيوي يعكس صحة الاقتصاد ومستوى الرفاهية وفهم مكوناته والمراحل الاقتصادية المرتبطة به يساعد على اتخاذ قرارات أفضل تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع ككل طبعا دي نقاط عامة قوي لكن أنا عايزك تفهم بالطريقة دي عشان بعد كده لما نبدأ نستخدم المعلومات دي في التداول ونستخدم الأرقام دي في تحديد فرص التداول يكون عندك فهم واضح للمؤشرات دي والأرقام دي بتدل علي أتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة وأشوفكم الفيديو القادم إن شاء الله مع السلام